طب قوليلي بقى فيلم يوم وليلة حصل هجوم شديد جدا عليكي وتقال ان انتي بتسيقل سمعة الممرضات وكلام كتير قوي اتقال وأكيد انتي قرتي وسمعتي كان تعليقك عليك ومش هجوم عليها وهجوم على الدور يعني وبالعكس عزوال الكتاب كان نوع انواع النجاح للدور لانه تصدق قوي لا انا مش ندمان على الدور ده انا يعني من احسن الحاجات اللي مثلتها كتمثيل كفن انا مثلته كويس جدا الحمد لله يعني وحتى في اي مرة اتعرض فيها ده اللي بيتقال ده فنيا انا بقدم دور بقدم شخصية زي ما ممكن نقدم تم الممثلة شخصية الممثلة تقدمت كتير بكذا طريقة ممكن ما تكونش ايجابية بالعكس انا ساعات بزعر بقول يعني عمرنا بمتقدم ممثلة او فنانة بطريقة ايجابية يعني ليه يعني بس هو عادي الكويس والوحش في كل حاجة زي ما دلوقتي بنتفرج على مسلسل مهم زي الاختيار فيه زابط كويس جدا وفيه زابط خين فيه الوطني الشريف اللي بيضحي بنفسه وبحياته عشان وطنه وبلده وعشان مصر وفيه اللي بيخون طبعا فيه نموذج جيه في المسلسل لواحد خين هل معناه ان كلهم كده؟ فانا ما اعمل ممردة واحدة نموذج واحد مش كويس مثلا او بيعمل حاجة غلط ده بيش معناه ان كلهم كده بالعكس ده معناه ان دي نموذج كده وليه؟ لأسباب هم اصلا كمان ما تفرجوش على لان انا ما بحبش انا اي شخصية بحبي يكون ليها مبررات يعني وباين حتى عم عملت سجن النساء وشخصية دلال دي اللي هي يعني فتاة الليل فتاة الليل بردو كنا عاملين لها قصة يعني كان ليها قصة وليها مبررات وليها والمجتمع كان قاسع عليها ومجتمع قضها للطريق ده طبعا هي مسؤولة ولكن في نفس الوقت لو فيه اسباب ده بالعكس بتصعب عليها بتصعب عليها طبعا وخصوصا مع مادة الدور يعني حاسيت لأ ده اكيد هي حاجة مهينة اللي بتعمله غير ان هي طبعا مش هندخل في الشق الاخلاقي المرفوض ولكن كمان هي حاجة قاسية ومهينة يعني اكيد محدش عايز كده بمزاجه اكيد ظروفه حطتها في كده حطتها في كده طبعا هي لازم ترفض مكان الظروف ولكن لو هي راحت لده اكيد مش اكيد ده كانت تتمنى تكون في حياة نتيجة الظروف احلى من كده واحسن فطبعا نفس الموضوع شخصية الممرضة دي كانت ظروف تختع عليها ان هي ليه ما شافوش شخصية الزوج جزها اللي بيشتغلش ولي متخلى عنها وما بيصرفش على ولاده وهي اللي بتصرف على عيالها وهو قاعد ما بيعملش حاجة انتي شفتي ان الحكم كان قاسي ليه ما شافوش ده يعني ما احنا لما بنعمل قصة ليها اوجه كتير هم شافوا ده بس في فترة كمان فيها طبعا انا بصين الممرضات بالذات والدكاترة انا بالنسباني الناس دي على راسي يعني وانا قلتها دول ناس انا بيحترونهم جدا دي من انبل الشغنات في الكون في الدنيا من ساعة ما تخلق البني ادم انت بتشفي ناس انت بترعى يعني انت دول مش من فراغ ان هم بنسميهم يعني الموردة دي ملاك يعني طبعا طبعا يعني بنسميهم الجيش الابيض بعد كي ان هم فعلا ممكن بيإعرضوا نفسهم للخطر عشان الناس وهم مهمين جدا وانا على فكرة بصي فيه حاجات كده بتتقال وبعدين انت على المستوى الشخصي في الحياة انا مفيش مرة رحت مستشفى او دكتور او حاجة وما كانوش بيحبوني وقولولي بنحبك وانا بحبهم وكل الحاجات دي ده الواقع انما اللي بتقال ده انت قدمتي دور ممردة مثلا بتقبل بتاخد راشو ولا بتعمل حاجة غلط ولا بتسرق ده ولا اخلاقين مش كويسة مش معناها انهم كلهم كده مش معناها نقولهم كده بتاعتم بالعكس انا كان نفسي واحنا نفسنا بنقدم الفيلم ده ليه احنا بنقدم فيلم هادف مش بنقدم فيلم اي كلام يعني ونعمل فيه حاجة لا هو فيلم قصته كلها انت بتسلحي لحاجة الغلط ما ودي من ظروفها وظروفها دي عشان فيه غلط جاي من حتة تانية زي ما قولك من شخصية جزء ان هي واحدة عايز تصرف على عيالها وتطلحهم احسن منه طب قوليني انت شايفة من حق اصحاب المهنة ان هما يعترضوا على اداء الممثلة اصحاب المهنة اه لا يعني الممرضات ان هما يعترضوا على اه لا هي بتحصل دائما دائما بتحصل او في محاميين مثلا محاميين بيعطردوا لما بيقى دور محامي مش اولا يعني بتحصل كتير شايفة من حقهم ان هما يعترضوا هما بيغيروا على مهيتهم ونفسهم بيطلعوا بأحسن شكل ممكن وده طبيعي واتشت ما تخليش حاجة تفوتك